رفع نظام السيسي شعرات بترفض التعاون مع إسرائيل لإدارة معبر رفح وبتصرع انسحابه منه بس الهدف النهائي مش بعيد عن خطة إبعاد حماس عن إدارة القطاع بغض النظر عن شكل البديل وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي نفسه أولاً مصر مش مهتم بمعبر رفح من باب سيادتها بوجه إسرائيل أو من باب توصيل المساعدات للفلسطينيين والدليل إنه ردت الفعلة المصرية على اشتياح محور فيلادلفيا المساحة الفاصلة بين غزة ومصر كانت خجولة كتير وما بتتنسب مع حدث بيخرق شروط اتفاقية السلام بين البلدان ومالحقة مصر ما حت تلوحت بتعليقها الاتفاقية معادة السلام مستقرة على مدى أربع عقود لديها من الأليات لمواجهة أي خروقات أو مخالفات لبنودها لكن تظل قاعدة رسخة بالحقيقة اللي مهتم فيه مصر هو الحفاظ على المعبر كورق الضغط سياسي تستخدمها بالعلاقة مع الغرب وفصائل المؤومة تانياً البديل المصري المطروح على الجانب الإسرائيلي مش انسحابه من دون قيد أو شرط البديل هو طرح أعده النظام المصري بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتسليم المعبر بشروط متفق عليها مع إسرائيل الوفد الإسرائيلي اللي حيزور القاهرة اليوم حيقدم جواب على هالطرح بالتحديد عرفت حركة حماس أنه هالطرح بيعني خطوة باتجاه تسليم الإدارة المدنية لطرف تاني من خارج أي إجماع أو اتفاق فلسطيني فلسطيني ولها السبب أعلنت رفضها لأي طرح جديد قبل انسحاب الإسرائيليين من المعبر لن تقبلوا بوجود السلطة بمفردها على المعبر من الناحية الفلسطينية وزارة الداخلية في غزة كانت تدير المعبر ووزارة الداخلية في غزة ستكمل إدارة هذا المعبر